في هذا اليوم لا تتوقف سائلة بخيت الحوثي عن كشف حجم التواجد والتغلغ للعناصر الحوثية ضمن التشكيلات المسلحة التابعة للعميد طارق صالح المكلف إماراتيا بقيادة ما تعرف بالقوات المشتركة المدعومة من الإمارات في مدينة وميناء المخى وعلى امتداد ساحل تعز والشريط الساحلي المحرر في محافظة الحديدة الحوثي ومن خلال تغلغله داخل تشكيلات طارق في ساحل تعز سارع إلى تحويل منطقة المخى إلى منطلق للدفع بعناصره للتسلل نحو المناطق المحررة في تعز وتحديدا إلى مدينة التربة بحكم قربها من مدينة المخى بعد فشله عدة مرات في تحقيق أي اختراق عبر جباهات الصلو وحيفان ولقروض بفعل تماسك وشراسة المقاومة والجيش الوطني وتحاول مليشيات الحوثي توظيف واستثمار العداء الإماراتي ضد تعز خاصة في ظل التحريض الواسع عبر وسائل الإعلام التابعة لطارق صالح والممولة إماراتيا وحملات التشويه ضد المقاومة والجيش الوطني والأيهزة الأمنية بالمحافظة في مطلع 2018 وصل طارق إلى الساحل هاربا من جحيم حليفه السابق في صنعاء إثر انفجار الصراع بينهما على المصالح وحتى ذلك الحين لم تظهر في جبهات ساحل تعز أي مخططة تستهدف الشرعية أو تسعى لعزل المخى عن محافظة تعز لكن ما الذي حدث بعد احتضان المقاومة بساحل تعز المحرر للعميد الفار من شريكه في الانقلاب بصنعاء توقع كثير من اليمنيين أن يكون العميد طارق قد تعلم الدرس واستفاد من عواقب وقوفه مع الانقلاب ضد مصلحة اليمن فهل استفاد فعلا من تجارب وقوفه ضد شعبه وتعلم درس جيدا؟ رغم تبدل التحالفات وخارطة الداعمين بقي الطارق محتفظا بعدائه للشرعية والمقاومة الشعبية وتقسد ذلك بشكل جلي من خلال خدمته للأجندة الإماراتية الرامية لنيلي من تعز والساعية لتأمين احتلال ميناء المخى وباب المندب وجزر البحر الأحمر قبالة ساحل تعز وما انتلقت دعم من الإمارات اتجه ليعيد تموضعه أسكريا وإعلاميا في الحرب ضد تعز ولكن في هذه المرة انطلاقا من المخى جنوبا بعد أن كانت حربه تستهدف تعز أثناء تحالفه مع الحوثيين انطلاقا من الجبهات الشرقية والشمالية للمدينة سB ترجمة نانسي قنقر سبب 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 سبين سبيل سبب سبيل